إخواني وأخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية فشل جراحة الغضروف أكتر حاجة بتسئل عنها الناس اللي عملوا جراحة الغضروف وفشلت هذه الجراحة تمام؟ فشلت الجراحة يعني الألم استمر زي ما هو أو الألم راح فترة ورجع تاني أو الألم زاد بعد الجراحة ده يعني إيه فشلت جراحة الغضروف؟ طبعاً إحنا لازم نقول إن أي حد عنده ضعف أو شلل لازم يعمل جراحة الغضروف ويتحمل الألم اللي حييجي بعدها لو عندك ضعف أو شلل لازم تعمل جراحة الغضروف وتتحمل كل عواقبها لأن عواقبها أسهل من الضعف والشلل لكن لو أنت ما عندكش ضعف أو شلل وعندك ألم مش معقولة تعمل عملية عشان تضيع الألم يقوم الألم يزيد فأنت ما تعملش جراحة الغضروف فرقوا ما بين مين يعمل جراحة الغضروف مين ما يعملش طيب إيه أسباب ليه ليه واحد يعمل جراحة الغضروف؟ وبعدين يرجع له المشكلة تاني لأن إحنا زي ما إحنا قلنا إن الجزء طبعاً علشان تفهم المحاضرة دي لازم ترجع في محاضرتين بالأفلام الكارتوم بالأنيميشن واحدة بنشرح فيها كل حاجات العمود الفقري وواحدة تانية بنشرح فيها ليه بيفشل بالشرح بالأنيميشن عشان تفهم المحاضرة دي تمام؟ انت بقى ارجع شوفهم الأول بعدين اسمعني في المحاضرة دي يكون أفضل أو اسمع دا لو أنت شفت الحاجات التانية عندنا ثلاث أسباب يخلوا الجراحة تفشل والثلاث أسباب غالباً بيحصلوا في معظم الناس تمام؟ وفي ناس ما بيحصل لهاش فلو حضرتك قبل ما تسمع المحاضرة دي عملت عملية الانزلاق الغضوفي ما تقعدش منتظر إن دا يحصل إن شاء الله ما يحصلش نقول إن شاء الله لكن اللي لسه ما عملش العملية خلاص ما تعملهاش للأسباب الآتية لو أنت عملتها يبقى ربنا قدر الله ما شاء فعل ربنا اللي عايز كده وبالتالي ربنا اللي خلاك تعملها إن شاء الله حيحميك من المضاعفات ربنا الواحده هو القادر إنه يحميك من المضاعفات طيب إيه الأسباب؟ عندنا ثلاث أسباب مشهورين جداً الثلاث أسباب دول أنا حقولهم وبعد كده حنتكلم عن الأسباب من وجهة نظر الجراحين يعني الجراح نمسوا لما بيعودوا مع بعض كده الجراحين ويعترفوا ما بينهم إن الجراحة فشلة بيقولوا إيه؟ يعني أنا حسرب لكم البحث دا دا بحث أهو دا بحث أهو حسرب لكم الجراحين بقى دا كلام جراحين تمام؟ هم بيتهموا بعض بإيه أو هم بيقولوا إيه؟ حاجة زريفة يعني بس إن شاء الله نقولها لكم دول الجراحين من دول كتير يعني من أمريكا والعالم يعني مش 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 مصريين أو عرب بس دول جراحين هم جنسية هم جراحين طيب إيه الأسباب؟ الثلاث أسباب اللي إحنا بنقولهم إن الغضروف يرجع تاني إن هو غضروف مرتجع واحد حيقول لي إزاي يرجع تاني إرجع بقى الشرح بقى إيه موجود بالتفصيل في الأفلام الكارتون والأنيميشن اللي أنا عاملها يعني الجزء الجيلاتيني اللي خرج المريض الجراح شالوا تمام؟ وثابوا فخرج جزء تاني فيه ناس بتوقع تقول لك إيه طب بعد ما يشيلوا ما يقفل المكان دا ما تخترعوا سمغ اخترعوا حاجة تقفل المكان دا حتى لو اخترعوا حاجة تقفل المكان دا حيرجع تاني لإن إذا كان السليم اتخرم يبقى الاسمغ اللي انت اخترعته أكيد حيتخرم برضو يعني الغلاب بتاع ربنا سبحانه وتعالى ربنا حكم عليه انه يتخرم ويطلع لك الغضروف حتى لو انت طلعته وقفلت مكانه تمام ما هو حيطلعتاني؟ يزيد الضغط حيطلعتاني الحتة اللي انت عملتها دي أضعف من اللي ربنا عملها فأكيد حيطلع تاني من الحتة دي او لو ما طلعش من الحتة دي هيطلع من الحتة لجنبها ما طلعش من الجنبها يطلع من الجنبها خلاص ارجعوا برضو عشان شوفوا يبقى اول حاجة الغضروف المرتجع تاني حاجة التلايفات مكان المشرة ما بيفتح ويقطع ويعمل فيه تلايفات بتحصل والتلايفات دي بتضغط تاني على العصب مع الغضروف اللي رجع المرتجع يبقى عندك ضغطين على العصب كان عندك قبل الجراحة غضروف تمام بعد الجراحة الغضروف اللي شيلته رجع تاني ادي واحد وحصل تلايفات والتاقات من الحاجات دي فبقى عندك ضغطين على العصب الحاجة نمرة تلاتة الدكتور اللي هو خايف خايف من ايه مش عايز الغضروف يرجع تاني يقوم شايل الحتة اللي طلعت دي ويشيل كمان جزء زيادة كده من الغضروف السليم اللي هو طلع منه يعني الام الغضروف الام عشان ما يرجعش تاني يقوم يعمل ايه يقوم المريض يفقد الغضروف اللي هو ماسك الفقرات ببعضيها فيحصل تزحضح فقال طيب حلول الحاجات دي ايه هو نفس الحكاية انت لو الغضروف رجع لك تاني هتعمل حقن وتردد حراري تمام لو الغضروف رجع لك تاني ومع تلايفات والتساقات هنعمل لك الحقن وتردد حراري مع تسليك القناة العصبية بقى ستارة راجز لو عندك تزحضح في الفقرات بنلبسك حزام ونعمل لك حقن وتردد حراري وتسليك بالأسطرة دول الثلاث حلول تمام يبقى عندك ثلاث اسباب ودول الثلاث حلول اللي احنا بنعالجه طيب تعالوا بقى اخدكوا للبحث ده يعني هنقول بقى الجرحين وهم قاعدين مع بعض كده وهم بيقولوا لبعض ايه احنا كل ما نعمل عملية بيحصل فشل كبير وبيحصل حاجات كتير وحنتصرف ازاي مع المرضى وحنتصرف ازاي وإيه سبب عشان نتفداهم هم عايزين يفضلوا يعملوا عمليات ومفروض يفضلوا يعملوا عمليات طبعا للناس اللي عندها شلل وضعف لكن الناس اللي عندها ألم ما يعملوا لهمش عمليات فاحنا بيبتدوا بقى ايه فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فاحنا سيبها يعني حنقول لكم بقى ايه كأنكم قاعدين كده مع الجرحين احنا كلنا جرحين كده وقاعدين نشوف اولا ايه التعريف هم بيقولوا ايه الديفينيشن احنا بنعرف ازاي فشل ان احنا عملنا جراحة غضروف وفشل او بيسموها بوست لامينيكتومي سندروم او بوست سيرجيكال بين او برزيستانت بوست سيرجيكال بين اللي هو بالنسبة لنا بالعربي فشل جراحة الغضروف فهو بيقول لك او بوست سيرجيكال سباين سندروم قال لك التعريف بقى بتاعه قال لك ده بين برزيستانج او ابييرنج يعني ايه يا هو برزيستانج يا هو هو نفس القلم اللي كان موجود قبل العملية هو اللي موجود بعد العملية يبقى ده فشل للجراحة او ابييرنج او قلم جديد ظهر ده انا حلت مشكلة وعملت مشكلة تانية يعني القلم القديم اختفى لكن ظهر له يقول لك كترجل اليمين قبل العملية وبعدين رجله الشمال بعد العملية ظهر فيها ده اسمه فشل للجراحة المريب بيروح للدكتور فيقول لك انا عملت لك عملية عشان ناحية اليمين تمام ده غير الحقن والتردد الحقن والتردد انت بتحقن ناحية اليمين لوحديها وبعدين بتحقن ناحية الشمال لوحديها يعني قصدي ايه ممكن تحقن ناحية اليمين بعد كده الغضروف يتحول انت ملعبتش فيه انا مش جراح انا ممسكتش الغضروف ده ندي الدواء نحية اليمين، جالك ألم بعد كده نحية الشمال، سيديك دواء نحية الشمال، مش عملت عملية فتحت وشلت فالغضروف الجديد اللي طلع طلع نحية الشمال عشان تفرقوا ما بين الاتنين يبقى إما ألم جديد ظهر، ده اسمه فشل للجراحة، أو الألم القديم موجود تمام؟ أو طيب، فابتدوا يقولوا طب إيه الأسباب يعني؟ يعني إيه؟ ليه؟ هو معقولة الألم هم مش هيعترفوا يعني بسهولة كده فقالك أكيد في حالة نفسية عند المريض، أصلي خد بالك سيكولوجيكال فاكتورز إن المرضى مرضى نفسيين أساساً، فهم لازم حيتهموك، وهم غير راضيين أساساً عن النتيجة وهو دايماً بيحلم أحلام إن هو الألم حيروح خالص، لكن عمره ما حيروح خالص، فسبب الفشل مش أنا، مش الجراح يعني سبب الفشل المريض، هو اللي عنده مشاكل نفسية، هو اللي عنده إحباط، هو اللي عنده كل الحاجات دي وده اللي بيخلي المرضى مش راضين عن الجراح، إنه هم نفسياً مضطربين، أنا بأترجم لكم، أنا بأشوف الـ points وبأترجم لكم طيب، ففي واحد تاني قال له إيه، فابتدأ يقول له لأ، ما ممكن يبقى أنت عملت حاجة غلط إنكوريكت لوكاليزيشن، يعني أنت فتحت في حتة مش هي المظبوطة، وده ممكن يحصل، طيب يحصل إزاي؟ غلطة، جل ملا يسعر، فقال له كده، أو أنت عملت إن أديكويت دي كومبريشن، أو أنت ما شلتش بزمة، ما شلتش بضمير، مفروض تشيل جامد، وتشيلت كمان جزء من اللي إيه؟؟ من الغدروف اللي إحنا قلنا بيعمل تزحزح فقاري بعد كده، تمام؟ وبعدين، أم واحد تاني أقول لهم لا، ده أنت لما بتعمل دي كومبريشن، يعني هتشيل جامد، لا ده أنت هتزحزح الفقرات، فيبقى أنت اللي عملت فشل للجراحة، لأنك شلت جامد، يعني اللي ما شلش جامد زميله بيتهموه إنه هو خلى يجي غدروف مرتجع، واللي شل جامد زميله بيتهموه إنه هو عمل إنستابلتي أو عمل تزحزح للفقرات، واحد تاني يقول له لا، أصلي معظم المشاكل، ده رأيي برضو، خدوا بالكو، أنت الضغطة عاديين في وسط جراحيين، يقول لك لا، أنت غالباً عملت العملية في مستشفى مش معقمة، فجي شوية التهاب وميكروبات هم اللي عملوا الواجع بعد العملية، فالمريض حصل كده، واحد تاني بيعترف لا، ده إبيديورال فيبروزيس، لا ده ده تلايوفات بتحصل، وإحنا ما نجزم بأي جرح في الدنيا بتعمله، وده صح، بيحصل تلايوفات، لكن عشان الجرح في الحتة دي مزنوق، فالتلايوفات بتدوس على العصب، فالمشكلة إنه هو الجرح في الحتة دي، طب خلاص ما تعملهاش في الحتة دي، خلاص، يبقى ممنوع تعملها في الحتة دي، فهمنا، طيب، واحد تاني يقولك لا، ده المفصل الحرقوفي، الساكرويليك جوينت، هنعمله محاضرة بعد كده، المفصل الحرقوفي ده بيتأثر لما بنعمل شرايح ومسامير، فالشرايح والمسامير بتعمل التهاب في الساكرويليك جوينت أو في المفصل الحرقوفي، ده صح، طب انت حلك إيه يا دكتور يا جهبز، ما تعملوش شرايح ومسامير، يا راجل، وبعد ما تشيل الغضروف عايز تسيب الفقرة سيبة، ما هو برضو، يعني هو كل ما يجي وحلوها تتعقد منه، واحد تاني قالك لا، ده الميوفيشيال سيستم، ده إحنا لما بنعمل عملية وبنفتح وكده، العضلات بتتأثر، لكن العملية نجحة، والعملية فظيعة، بس المشكلة إن في عضلات، لو عندكوا بقى بني قدمين من غير عضلات، نعمل لهم العملية دي تبقى مية مية، ده اكتهم بقى تاني جديد ده إن العضلات هي سبب إيه الوجع اللي بيجي بعد العملية، طبعا العضلات أحد الأسباب، لكن كل واحد عنده عضلات، يعني هتعمل عملية واحد من غير عضلات، هتشاف فيه الأول عند الجزار قبل ما تعمله العملية، طيب واحد تاني ده جهبز قوي ده أذكى، بقال لهم لأ ده هو غالبا ده ده قلم جاي من حتة تانية، مش من المكان بتاع الجراحة، إحنا إحنا أسادزة، إحنا أنا بكلمكم على أمريكان وأوروبيين على فكرة أنا مش بكلمكم حتى على كده، يعني إحنا بنتكلم هي المشكلة كلها إن الناس اللي محتاجة جراحة الغضروف هم تقريبا عشرة في المية بس اللي بيجي لهم سقوط في الأدم أو كده، فالعدد ده مش كافي علشان الناس دي تعمل عمليات يكفيها للحياة، للمعيشة، تسعين في المية مش محتاجين جراحة، وبيضطر ياخد من التسعين في المية ناس مش محتاجة عمليات، يعمل لها عمليات عشان يكمل بيها القصد بتاع الشقة أو العربية، أنا بتكلم على الأمريكان، إحنا ده كاتريتنا العرب زي الفل، الجراحينا زي الفل، أنا بكلم على الأمريكان والأوروبيين بس عشان محدش يزعل مني، فده ريفيرد بي، طيب ابتدوا بقى يلخصوا الحاجات دي كلها إن هو لا ده سيكولوجيكال ديستربانس، إن ده حالة نفسية وإن المرضى هم السبب لإن هم نفسيا عندهم اكتئاب وإحباط وكانوا بيحلم أحلام بقى إن هو فاكر إنه هيخفه خالص، مين ده اللي هيخففه خالص؟ والأسباب برضو اللي هم بيقولوها إن الراجل ده مش عايز يخف، الراجل ده بياخد إعانة بطالة من الحكومة ده في أمريكا وأوروبا، فهو لو أنت عملت له عملية والعملية نجحت حيرجعوه يشتغل، هو عايز ياخد مرتب من غير ما يشتغل فهيتبلى عليك ويقول لا أنا الجراحة ما جابتش نتيجة لكن هي الجراحة نجحت، بس هو اللي بيضحك عليها، الناس اللي بتعمل عملية مرتين، أنت لازم تبقى عارف إنك لما بتعمل عملية للمرة التانية، معدل الفشل أعلى، أنت متخيل ده اللي بيعمل عملية جراحة مرة، بيبقى معدل الفشل عالي، فما بالك بقى بيقولك أنت لما تعمل عملية تانية، معدل الفشل هيبقى أعلى، طب الحل إيه عندك؟ لما تعمل جراحة الواحد، اهرب منه، ما تعملوش الجراحة التانية، حتى لو هو، لأن الجراحة التانية غالبها هتبقى فشويدة، يفسر لك إنك لما تروح للجراحة، وانت عامل عملية يقولك لا لا، ارجع للجراحة اللي عملها لك، يعمل لك التانية، لأن التانية معرضة للفشل، فأنت في الآخر هتتهم التانية، دايماً المريض العربي آخر دكتور مدي إيده عليه، هيتهمه بكل الاتهمات بتاعت الدكاترة اللي قبليه، والدكاترة عارفين كده أن المريض العربي بيكره الدكاترة، والمريض العربي بيتهم الدكاترة، فيقولك لا، ده معدل الفشل، دي فشلت أول مرة، يبقى تانية مرة هتفشل، معدل أعلى، في الآخر هيشيلني العمليتين، هيقول إن أنا المسؤول عن العمليتين بتوقف، فأنا يا عم ماليش دا، وارجع يعمل الجراحة اللي عمل لك أول واحدة، هيعمل لك التانية، انت من الأول يا دكتور اخترت مريض مجنون، ده انت اخترت مريض أساساً مش هيخف، لو نزله ملك من الثمة مش هيخف، فأنت اخترت المريض غلط، لما يجي لك مريض مروش وكده، ده غالباً حيفشل فيه أي علاج، حيفشل فيه الحقن والتردد، وحيفشل فيه الجراحة، وحيفشل فيه كل حاجة، اخلع منه ما تعملوش، فهو انت اخترت واحد مش مصبوط، فحيروح يفضحك، ده راجل مهزوز نفسياً، لو جبت له ملك يعالجه من السماء مش هيخف، وحيقولك الملك ده هو اللي أزان، فأنت كجراح أو كدكتور اخلع من الناس اللي مش مصبوطة نفسياً، أنا بقى نقولكو الكلام، ملكوش دعوة أنا مع الكلام أو ضده يعني، بس بيني وبين كل واحد يخلع طبعاً من أي حد مش مصبوط نفسياً، لأنه بيسوق سمعيته على الفاضي، إنت اخترت بقى، إنت الاولي إنت اخترت المريض غلط، تانية مرة لا، إنت اخترت المريض، إنت اخترت العملية غلط يا دكتور، ده أنت كان المفروض تعمله تثبيت بشراحه مسامير، نسيت وما عملتهاش، ده أنت كان المفروض أن إنت ما تعملش شراحه مسامير ورحت عملته، عشان تخلص المسامير اللي عندك، بقى لها كتير ما اشتغلتش، ده أنت، أنت اخترت عملية غلط، أنت كان المفروض تعمله استقصال للغضروف، لكن أنت لا، سبت الغضروف وفتحت له، عملت لامينيكتومي، يعني كسرت جزء من العض، فده اتهام آخر، إيه، للجراحين في بعضيهم بقى، الحاجة التانية اللي هو بور تيكنيك، ده أنت حطيت المسامير غلط، ده أنت السكروب بتاعك المصمار بعد ما ركبت المصمار خرم من الناحية التانية، طلع من الناحية التانية، أو أنت ركبت المصمار صنطي تحت، أو صنطي فوق، فأنت المصمار اللي أنت حطيته أو الشراحة أنت حطيتها بشكل غلط، أنا بكلمكم على أمريكا وأوروبا وأبحاث علمية ومؤتمر، فالسبب أن أنت لا، ما حطيت المصمار غلط، لو كنت حطيت المصمار في المكان الصح، كنت إيه، ما كانش جاله وجع وكات العملية نجحت، لكن أنت مش متمرن كويس، أنت مش متمرن كويس، أنت كان المفروض تعمل التالتة والرابعة عملت الرابعة والخمسة، طيب، أنتوا هتسألوا هو معقولة ممكن حد يتلخبط كده، والله أصلا أنت لما بتعد في الإشاعة، بتعد صح، لأن الإشاعة بتبين لك كل حاجة، عشان كده إحنا لما بنحقن، مش ممكن حقن التالتة والرابعة بدل الرابعة والخمسة، لأن عندي الدنيا واضحة، لكن لما بتحتاج جرح، تمام، وبيبقى بقى قدامك دم وقدامك لحم وعظم في بعضه، ممكن تعد غلط، عشان كده حتى في بعض الجراحين في العمليات بيجيب السي أرم، أو يجيب الإشاعة لشان يحدد بالإشاعة بالإشاعة، بالإشاعة، الله، طب ما أنت فاتح، مش شايف، لا مش شايف، الإشاعة تبين لي أحسن، الإشاعة تبين لي أحسن، طيب، إن كوريكتل، إن أبليتي تؤتيف ذا إيمو سيرجري، آه، ده أنت كان المفروض، إن أبليتي تؤتيف، يعني ما معرفتش توصل ذا إيمو سيرجري لهدف الجراحة، أنت الهدف بتاعك من الجراحة يا دكتور، أنك توسع للعصب، فأنت موسعتش للعصب، أنت شلت الغضروف زي ما أنت متفق، لكن برضو فضلت المكان دايق، آه، يبقى أنت ما وصلتش للهدف، يبقى كده ربنا ما وفقكش، أنت كنت لما اتفقت مع المريض في العيادة، أنا حشيل الغضروف وده حيوسع العصب، جيت على أرض الواقع، تشيل الغضروف، لقيت ما وسعتش حوالين العصب، آه، ده أنا كده حسبت الحزبة غلط، فأنا ما وصلتش، فكده العملية فشل، تمام؟ بروجريسيف ديزيز، آه، الأسباب بقى الثانية، أن لا، ده أنا عملت العملية صح وكل حاجة، بس إيه؟ الحالة بتسوق، المريض بيعمل مجهود، فالحالة بتسوق، الحالة نفسها بتسوق، واحد عنده روماتويد، أو عنده حاجة، هو بيقول يعني، أنه أنا عملت له العملية صح، بس الروماتويد مش مستقر، ابتده يعمل غضروف تاني، وبتده يأكل في العض، فكده إيه؟ أنا راجل كويس، وعملت الجراحة كويس، لكن المرض هو اللي بروغريسيف، هو اللي بيتطور. أبديور الفيبروزيس، أن حصل تلايفات والساقات بعد الجراحة، خلاص كل الناس مجمع على التلايفات، هم معترفين أن لازم هيجيلهم تلايفات والساقات، والمرضى عارفين، وإحنا تخصصنا عارف، وعم عبده اللي في الشارع عارف، وعمل النظافة عارف، والأطفال في كي جي وان، وفي ابتدائي عارفين كل الناس عارفة أن بعد جراحة الغضروف هيجيلك تلايفات والساقات، تيجي على العصب تاني تعمل لك القصة دي. فدي خلاص ده موضوع التلايفات والانساقات ده منتهي. يعني هو شل غضروف اكت. اه بعد الجراح. انا بتكلم على الاسباب بعد الجراح. ان المريض انا عملت له عملية كويسة لكن هو شل حاجة تقيلة خلية المصمر يتكسر وطأ وقمن على السرير. يقول لك ده ما بيتحركش يا دكتور. ده ناين في السرير على طول. بس مرة تقلب وقع على الارض. المصمر الكسر. الفقرة تحركت. فدي حاجات ايه من الاسباب. انفكشن هيمهتومة اه. بعدما انت عملت العملية وكل حاجة في مسامير في ظهرك. جلك ميكروب في مراخيرك او سنانك مسويسة او حاجة. الميكروب دا رح للمسامير. فبتعمل بتعمل نفس الحكاية. الميكروب ييجي في المسامير. والمسامير دي جسم غريب. بيتكون عن ده الميكروب. فابتدي عملك مشكلة في ظهرك. مع انك ما عملتش حاجة في ظهرك. لكن جلك التهاب في الجيوب الانفية. جلك ميكروب سبحي. جلك ميكروب في الدم.kovск سنانك في ودانك راحل للمسامين. طيب اللي هو العضلات وا 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 وان الراجل ده عضلاته ضعيفة وكان المفروض ما نعملوش العملية كان المفروض يروح يلعب جيم الاول يقوي عضلاته وبعدين نعمل له العملية عشان يستحمل. يعني هو يبقى عنده يعني عنده غضروف وبيصوت نقوم احنا نلعبه جيم وحديد لغاية لما يبقى فندام ونقوم احنا عاملينه العملية. يعني انا بشرح لكم الكلام اللي بيتقال واللي يقبلوا عقلكو وعقلي. ناخدوا واللي ما يقبلوش ما يقلبوش. هم بيحاولوا يلاقوا طريقة عشان يستمروا في اجراء جراحات الغضوف. انا بكلمكم عن اوروبا وامريكا. يعني مش بس في الوطن العربي الامور دي كده. هم عايزين يحللوا العملية دي. الحقيقة بقت واضحة قدام حضراتكو. كل واحد في عقل وكل واحد في مخ. يقدر ان هو يحكم على كل حاجة. انا وظفتي انقلكوا الحقيقة حتى لو كانت كويسة او كانت مش كويسة. دي مهمتي. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اشتركوا في القناة